بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله هنكمل معادلات ترزاجي اللوه part 7 من chapter 2 اللوه peering capacity of soil احنا في الparts السابقة تعرضنا الأول المعادلة العامة بتاع الترزاجي وقالنا أنه عايز strip footing وعايز تربة قوية وعايز الأحمال تكون center وبعدين تكلم ترزاجي طب لو أنا عندي مش strip footing عندي square ادى معادلة تانية للsquare وادى معادلة لمين للcircle النهاردة هنتعرض لحاجة تانية إن التربة لو كانت التربة اللي تحت الأساس مش تربة قوية يعني مش هيحصل لها general shear failure وما اللي هيحصل لها إيه هيحصل لها local shear failure فترزاجي تكلم وقال إيه if a soil is relatively loose أو soft loose دي تبقى بنتكلم في السنت يعني رمل ومفكك أو soft لو بنتكلم على مين على clay it fails in a local shear failure such a failure is a accounted in bearing capacity equation by reducing the magnitudes of strength parameter بتوع الصوير السي والفاي مش هشتغل بالسي والفاي اللي احنا قلناهم أو اللي احنا جايبينهم من المعمل طالما هيحصل local shear failure لازم نقللهم شوية فترزاجي قال لي فيه طريقتين الطريقة الأولى وهي أن نأخذ tan phi d dash أو tan phi d dash بتساوي إيه تلتين tan phi ومن هنا تقدر تطلع مين phi d dash والسي داش خدها تلتين مين سي وبعد كده خلاص مدام عندك الفاي داش وعندك السي استخدم الكيرفات السابقة اللي احنا تعلمناها اللي هو كان عاملهم تلتين كيرفات بالشكل دو تطلعت الان ايه ان كيو ان جاما وان كيو ان مين سي بس باستخدام مين باستخدام الفاي داش يعني تحط هنا مين في داش اللي هي اجيبها من tan phi dاش بتساوي تلتين tan phi وطلع من هنا الان مين سي والان كيو والان مين جاما هو اشتغل بالمعادلات بتاعتي مع ملاحظة ما تحطش سي حط مين تلتين السي او الطريقة التانية you can use strength السي داش بتاعتك اللي هي تلتين داية بس تاخد phi ايه دا يعني ما تجيبش الفاي داش او ما تجيبش الفاي داش اشتغل بفاي بس في الحالة داية لو انت هتشتغل بفاي لازم تاخد كيرفات تانية تطلع منها ان سي داش وان كيو داش وان جاما داش والمعادلة بتاعتك تبقى اسمها ايه كيو قلط ميت بتساوي ايه دا لو كان strip يعني كيو قلط ميت بتساوي سي داش ان ايه سي داش زائد كيو ان كيو داش زائد بوينت فايف جاما اتنين بي ان جاما داش تخلي بالك هنا واحد ليه عشان strip طبعا لو كان square يبقى ناخد كام واحد ثلاثة من عشرة او سيركل واحد ثلاثة من عشرة وهنا بتبقى point 4 او point 3 في حالة مين في حالة في حالة square وفي حالة مين السيركل طيب السؤال بقى عايز اجيب الان داش والان داش والان داش سي وكيو وجاما هنجيبها منين ادي الكرفات بتاعتي هخش هنا بمين خلي بالك هخش في في وليست مين في داش هخش في في طلع مين الان مين جاما داش والان كيو داش والان سي داش شكرا